موسيقى بنعود محمد رابع أحد أبناء وزان الغيورين على مدينة وزان طبيعة الحال فكرة مبادرة نتلقى في وزان جاءت من بعد واحد لما خاد لقاءات مع مجموعة الغيورين على هذه المدينة وعلى رأسهم طبيعة الحال الأعضاء نتلقى في وزان اللي هما سيمو حسين العفاني راشيد الغويبي نور الدين قرمات وكذلك ما ننسوش كمجموعة دي الأصدقاء أخرين اللي هما غيورين على مدينة وقائمة طاويلة جداً كان السياس الدين بالفقه كان سماعي الفضالي خالد العلاج كان كذلك مصطفى الغويبي مصطفى المهدي القائمة طاويلة ما يسعفناش الوقت باش نذكروا الجامع هدفنا من خلال هاد المبادرة هو التعريف بوزان ورجع لها قيمتها ورجع لها التقيقة في أبنائها لخارج وداخل أرض الوطن واللي هما بطبيعة الحال كفاءات عليا في مجموعة دي المناصب طبيعة الحال كان هذا لقاء في النسخته الثانية دي نتلقاه في وزان في مدينة وزان واللي كان نهار 14 ماي 2023 كان لقاء اللقاء والتلاقي مع مجموعة دي الأجيال فلاحظت أنا بشكل شخصي داخل فعاليات هاد المبادرة أن كين بعض الأصدقاء اللي ما تلقاوش لمدة دي 30 و40 سنة وبالتالي كان عندنا أجر كبير فأنا جمعنا ما بين الأجيال وجمعنا ما بين الأصدقاء وما بين الخوت فوزان في حاجة مسى جميع الكفاءات ديالها من أجل الالتفاف حول القضية الوزانية من أجل الترويج لها سياحيا لأنها تزخر بمجموعة من مؤهلات طبيعية كذلك تاريخية كذلك روحية من تساوش الزاوية الوزانية والباعد بطبيعة الحال والتاريخ الكبير ديالها الوزان كتوفر على مجموعة دي المؤهلات للأسف الشديد لم يتم استغلالها بطريقة جيدة خاصة يكون علامات تشوير سياحي خاصة يكون مجموعة ديال لوحات توضيحية لأهم المؤهلات التاريخية والسياحية في مدينة وزان تكون بثلاثة ديال لغات كما كنشوفو النموذج هنا في مدينة مراكش فأي معلامة من المعلامات كتلقى شروحات على ذلك المعلامة باللغات الثالث عربية فرنسية إنجليزية لما لا يكون عندنا لواحات من هذه الشكلة على قدام المغانا اللي كرجع تاريخها مثلاً للمية وثلاثين سنة كذلك كان عين أبي فارس اللي كرجع تاريخ ديالها لثمانمائيات سنة كذلك الملعب ديال شباب أولمبيك وزان اللي كان تاني ملعب في المغرب معشوشب من بعد الملعب ديال تيطوان وزان كدد تخرب مؤهلة طبيعية كثير بزاف بحل مثلاً سد المجعراء أو منطقة صغيرة كان منطقة بوضروة كان تشتا جبل ديال بوهلال كان ما يتشاف وزان فقط خاصكن تعبيئة شاملة ديال المواطن الوزاني ديال كل محب بالوزان وكل غير على وزان والتحجة من مستحيلة ومن خلالكم طبيعة الحال نشكر جميع المنابر الإعلامية اللي عطات إيد الله مع وزان من خلال البتس ديال المجموعة ديال اللقاءات والحوارات على وزان كذلك ما ننساش أنني نشكر المشاهر منهم عماد نتيفي منهم عتيق بن شيقر منهم جموعة ديالأسماء فنانيين مشاهر أداباء رياضيين كتاب صراحة كانت واحد لحمة واحد لمة كبيرة اللي تجمع فيها الكبير والصغير الشيخ وكذلك المرأة والراجل والطفل كل شي تجمع على كلمة وحدة هي حب وزان أجل نطلقه في وزان هي مبادرة بطبيعة الحال من أجل التعريف والترويج للمدينة هي بطبيعة الحال من أجل لفت انتباه ديال الرأي العام لهذه المدينة اللي كانت تدخل بتاريخ كما أسبق لي قلت كبير هي بطبيعة الحال نداء للأم الأبناء ديالها لأن وزان خرجت كفاءات وطاقات كبيرة في جميع المجالات فجاء الوقت فش ردوا الاعتبار وردوا الخير اللي يخدينا من وزان وردوا اتقال الناس ديال وزان في وزان مبادرة أجل نطلقه في وزان هي بطبيعة الحال نجحت قبل ما تبدأ لأن من خلال الوسائط الاجتماعية ومن خلال تعاليق ديال المشاهر فكل نجم من هاد النجوم على حسب طبيعة الحال لميدال لك الشغل فيه سواء في الفان أو في الموسيقى أو في المسرح أو في الإعلام فكن نعرف بأنه عنده عدد كبير ديال المتتبعين وبالتالي وزان من خلال هاد المشاهر وصلت الربعات لمليون متابعة في الوسائط الاجتماعية وهذا بطبيعة الحال هو اللي يعطي وحد زخم إعلامي للمدينتنا طبيعة الحال الحوض كان كبير ديال مجموعة ديال المشاهر وكان مجموعة ديال رجال أعمال اللي حجوا للمدينة بكتافة لدرجة أن الفانة كانت ملوئة عن آخرها كذلك عرفت وحد الحركة اقتصادية مهمة أنا شخصيا تلاقيت مجموعة ديالناس من زوار ديال مدينة وزان من خارج وزان وجوا بطبيعة الحال اللي اقتنوا مجموعة ديال الأشياء اللي فقط موجودة في وزان كالجلبة الوزانية كالرقعة كمجموعة ديال الأشياء اللي ما تلقاهاش إلا في وزان وبطبيعة الحال مدلوم مباركة نشكر الصانع التقليدي على التفاني والإتقان دياله بطبيعة الحال للعمل دياله وأنه يعطيه صمعة طيبة للصناعة التقليدية الوزانية أولاً بالنسبة للوزان لا تحتاج كثيراً فقط أن يكون العملية التشوير كما سبق لي قلت فقط تهيئة المدينة القادمة أو العتيقة وكذلك أن توحيد اللون في مجموعة الأحياء بحل الحي بني مارين حفظت على اللون الأخضر والأبيض لأنه حتف سيباغة كنسميه فاغ وزاني اللون الأخضر هو رمز بطبيعة الحال دار الضمانة وزاوية الوزانية خاص كذلك التعبئة وخاص كذلك التكوين المرشدين السياحيين التعرف بالمدينة خاص كذلك تهيئة دي المرافق دي الإيواء وبطبيعة الحال تكون المرافق التي تساجب الطالب التي إن شاء الله سيكون كثيراً في مدينة وزان وزان مدينة زوينة بزاف مدينة روحانية مدينة سلم مدينة الأمن مدينة الكارم دار الضمانة وزان مشهورة بمجموعة هذه المنتجات المجالية بحل الباكور أو التين كذلك زيت الزيتون من أجود أنواع الزيتون الزيت اللي كان في المغرب كذلك كان صيناعة تقليدية بجميع أنواعها كان بحل مثلاً صيناعة تابيح بحل مثلاً صيناعة تقليدية اللي كانت جلابال منديل كان ميتشاف في وزان وهذه دعوة مفتوحة لجميع المغاربة أنهم يزوروا وزان ومرحبا بيكون في وزان ترجمة نانسي قنقر